أيضاً النهاردة كانت في قرارات من لجنة المسابقات عن أحداث الجولة الأخيرة في الدوري العام المصري أعلنت لجنة المسابقات عن إيقاف شيكبالا لعب نادي الزمالك 8 شهور وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤول النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها وتدخل العقوبة حيث التنفيذ من تاريخ صدرها أي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2021 أيضاً إيقاف حزم إمام لعب نادي الزمالك أربع مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماع والسباب للدعناصر اللعبة غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك نزول أعداد زائدة إيقاف أحمد عبد الفتوح لعب نادي الزمالك مباراة واحدة إيقاف علي جبر اللعب بيرامدز مباراة واحدة غرامة مالية على نادي طلاع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيتة لعب مصر مباراة واحدة وفتح مبروك عبد العزيز لعب غزل المحلة للطارد الحقيقة إذا كان هناك معايير واحدة يتم تطبقها على كافة الأمور وكافة اللاعبين أو كافة المنظومة الرياضية أعتقد ماحدش هيكون عنده مشكلة بمعنى إيه؟ بمعنى إن ما ينفعش حد يطلع يشتم أو حضرتك تشوف ليه فيديوهات بيشتم في جماهير نادي آخر زي ما حصل بعد المباراة الأخيرة بيشتم في جماهير نادي آخر وحضرتك تتجاوز عن هذا الأمر وبالتالي لازم هيحصل فيك اللي حصل وده اللي احنا شفناه ولكن حضرتك حط معايير وطحة للجميع وطحة للجميع بما فيها لعبت النادي الأهلي شو ما حدش يقول لي مش عارف إيه لا بما فيها لعبت النادي الأهلي لو حضرتك حطيت هذه المعايير وتم تطبقها على الجميع أعتقد الأمور هتبقى ما حدش هيكلم ما حدش هيقدر يتكلم أساساً لأنه المسواف الظلم عدل المسواف الظلم عدل وبالتالي يجب أن يكون هناك معايير يتم تطبقها بالكامل زي ما هي وبوضوح على الجميع وعلى كل المنظومة الرياضية وترسل بقى الكل الأندية قبل بداية الموسم احنا داخلين على موسم جديد يعني طبعاً ما نشوف موضوع الكازده هيحصل في إيه ولكن احنا داخلين على موسم جديد ودور جديد الدور انتهى على الأقل وبالتالي عايزين نبقى وطحين من الأول لما حد بيتجاوز في حق نادي آخر يبقى معروف ده عقبه إيه ما نعودش نطلع نقول ونتكلم ونعمل عشان حضرتك تاخد قرار أو لا لكن إذا كان الأمر بهذا الشكل والأمور كلها واضحة لأن بلدنا بلد قوانين ولوائح دايماً بنمشي على القوانين واللوائح بس لما بتكون واضحة بتبقى الموضوع منتهي ومحدش يقدر يتكلم فمهم جداً 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 إن احنا نعرف إيه هي اللوائح اللي حنمشي عليها خلال الفترة القادمة فيما يخص مش السباب ولا الشتيمة بس ولكن كل الموضوع من أول والآخر فيما يخص منظومة كرة القدم من الأول للآخر اعتداء على حكم اعتداء على لعب آخر اعتداء على جمهور باللبزة أو القول اعتداء على كذا اعتداء على كذا لازم تبقى الحاجات دي واضحة وعرفة ومرسلة لكل الأندية علشان نعرف السنة الجاية الدنيا هتبقى ماشية ازاي يبقى كل واحد عارف هيعمل ايه أو لو متجاوز في موضوع معين هيبقى معروف جداً إن هو هيحصل له ايه وهيحصل في ايه بدون أدنى شك هو بدون أدنى كلام ومن غير تدخلات بقى من رئيس الاتحاد يطلع هنا سيد أحمد ميجاد أو يطلع هنا أو يطلع هنا ولكن من المفترض أن الأمور دي تبقى واضحة للجميع